انا عندي ملخص لقصة مبادئ النادي الاهلي وتحديدا اتقالت على لسان اعلامي 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 اخر كان زمال كاو من سنوات قالها من فترة قال خلاص الروس تساوت في ازمة ما شهيرة قال الروس تساوت انت مش عارف انت كده بتدين نفسك نفس الجملة بسياغة مختلفة قالها خلغا ندور في نفس الفيديو اللي اتحدث فيه عن مبادئ قال ما تكلمنيش بقى عن مبادئ احنا كده شبه بعض يا عم مش كده يعني احنا انت عايز تخلينا نادي بلا مبادئ مفيش مشكلة لو انت ده اتجاهك هنرد عليه وعندنا في تاريخنا الكثير والكثير لكن احنا كده شبه بعض انت عارف انت وصفت نفسك ازاي يعني انت وصفت الفكرة عندك ازاي لا احنا مش شبه بعض ولا عمرنا هنكون شبه بعض ولا احنا ترجطنا اننا نبص عليك ونشوفك بتعمل ايه او ما بتعملش ايه وبتقول ايه او ما بتقولش ايه مش قصتنا خالص انت اللي قصتك تبص احنا قصتنا ننجح انت قصتك تتفرج احنا قصتنا نشتغل انت قصتك تحلم انا قصتك حقق الحلم الوضع مختلف تماما ومش هتقدر ان انت توصل في وقت من الوقات في سنة من السنين ان احنا شبه بعض لان الحقيقة احنا طول عمرنا مش شبه بعض من بداية التاريخ والله ما شبه بعض احنا طول عمرنا بنقول الاهل ما بيقفش على لعب بنقولها قولا وفعلا من اول اول قرة القدم المصريح حسين حجازي من اول ما قرة قالت يا قرة في مصر احنا مفيش لعب بنقف عليه حسين حجازي قاعد يلعب حوالي 15 سنة نادي المختلط لم يحقق اي بطولة اللي هو حسين حجازي في صفوفه النادي الاهلي لما شاف ان حسين حجازي لا تماشى مع مبادئه روح المختلط ايه اللي حصل اللي حصل النادي اللي عمل موسم استثنائي كان فيه تلات بطولات في الموسم اللي هم المتحين اللي هم المتحين اللي هبطولة اللي اسمها حاليا كاس مصر بطولة دورة القاهرة بطولة كاس السلطان ده النادي الاهل لم يقول ما بقفش على لعب بيقول انا بقفش على لعب بالارقام بالتاريخ لكن انا اسف جدا اسف جدا لما يطلع رمز كبير من رمز نادي الزمالك يقول شعبية نادي الزمالك انخفضت بسبب اعتزل حسين حجازي كرة القدم لا ده نادي بيتأثر جدا بلاعب احنا ما عندناش الكلام ده احنا عندنا كابتن صالح سليم اعتزل النادي الاهلي بواقي عندنا كابتن محمود الخطيب اعتزل النادي الاهلي بواقي عندنا ابو تريكا اعتزل النادي الاهلي بواقي النجوم الجيل الحالي هيعتزله النادي الاهلي بواقي ما بيقفش على اي حد عشان كده طول الوقت باب النادي الاهلي بيفوق الجمل وطول الوقت باب النادي الاهلي بيرحب المخلصين اللي عايزين ينتموا للنادي الأهلي عشان كده احنا عمرنا ما هنكون شبه بعض على الإطلاق